في سبتمبر من نفس العام 1919 ظهرت دعوة تانية لتأسيس التحاد مصري للعب يكورة القدم كان مصدرها نادي القاهرة ببولاء وده جرنادي القاهرة اللي موجود دلوقتي الدعوة بعتها للأندية إبراهيم علام جهينا وحسين حجازي إبراهيم علام بدأ نشاطه الرياضي في نادي السكة الحديد وسنة 1915 راح نادي المختلط وحاول مع مجموعة من المصريين سنة 1917 تمصير إدارة نادي المختلط وفشلت المحاولة بعد عشرين يوم تم فيها منع الأجانب من دخول النادي فساب المختلط واستأجر أرض في شارع الترع البولائية بشبرة وأسس نادي القاهرة واستمر فيه حتى تفرغ للعمل كصحفي بجريدة الأهرام أما حسين حجازي فكان ضمن صفوف أول فريق أسسه الأهلي سنة 1911 سافر إنجلترا للدراسة ورجع قبل الحرب العالمية ولما قامت الحرب مقدرش يرجع تاني لدراسته فلعب للأهل مرة تانية وانتقل لنادي القاهرة في صيف 1919 ولعب فيه موسم 1919 1920 قبل ما ينضم للمختلط موسم 1920 1921 واستمر فيه تلات مواسم اتنقل بعدها للسك الحديد في صيف 1923 ولعب له موسم واحد ورجع بعدها للأهل في صيف 1924 واستمر فيه أربع مواسم وبعدين اتنقل للمختلط مرة تانية في صيف 1928 ورجع للأهل صيف 1931 واعتزل بعدها كرة القدم وفترة وجود إبراهيم علام وحسين حجازي في نادي القاهرة بعتوا دعوة يوم الأحد 14 سبتمبر سنة 1919 لبعض اللاعبين القدامى والحاليين في لعبة كرة القدم منهم أحمد فؤاد أنور بيك ومحمد فندي بهجة الشربجي وطاه فرغل فندي ورياض شوء فندي وطاهر السرجانة فندي جه فيها حضرة الأخ الرجاء التنازل بحضور الجلسة الأولى والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 الجاري في الساعة السبع مساء بمكتب سعادة أحمد بيك لطفي المحامي بميدان الأوبرا بالقاهرة للنظر والمناقشة في تأسيس التحاد رياضي فرعي للاعبي كرة القدم وأملنا وطيد في تلبية دعواتنا التوقيع إبراهيم علام وحسين حجازي قبل ما نناقش الدعوة عارفين مين أحمد بيك لطفي المحامي؟ أحمد بيك لطفي المحامي هو الأخ الأصغر لعمر بيك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي وأذكر التاريخ لأحمد بيك لطفي أنه استكمل مشوار شقيقه عمر لطفي بيك في دعم التعاونيات وكان من كبار قادة صورة 1919 ومن كبار المحاميين في مصر ووصل لمنصب نقيب المحاميين وكان النقيب الرابع في تاريخ نقابة المحاميين المصرية وتوفي في سبتمبر عام 1926 ونرجع لدعوة إبراهيم علام وحسين حجازي الدعوة كانت لتأسيس التحاد فرعي للاعب يكورة القدم والسؤال هنا يعني إيه التحاد فرعي للاعب يكورة القدم وفرعي من إيه بالضبط يعني تبع مين ويبدو من صيجة الدعوة أنها كانت لتأسيس نقابة للعبين ليس إلا وليست لتأسيس التحاد لكورة القدم فالمدعوين لعبين قدامة وحاليين ولم تذكر أي مصادر مصير الدعوة اللي أرسلها إبراهيم علام وحسين حجازي لكن يبدو أنه لم يكتب لها النجاح فلم يذكر في أي صحيفة أو وصيقة شيء عما يسمى اتحاد رياضي فرعي لللاعب يكورة القدم أو نقابة لللاعبين وبعد يومين بس وبالتحديد 18 سبتمبر 1919 بعت إبراهيم علام وحسين حجازي دعوة تانية لكن المرة دي للأندية وقال فيها حضرة المحترم سكرتير عام نادي كذا قد وجدت فكرة إنشاء اتحاد رياضي للأندية الرياضية المصرية أتشرف بعرضها على حضرتكم فإن وافق ناديكم المحترم على هذه الفكرة المفيدة أرجو التفضل بإرسال من دوبين اثنين مفوضين يمثلان ناديكم المحترم في المناقشات التي ستدور حول قانون هذا الاتحاد مع العلم بأن هذا الاجتماع سيكون يوم الأحد 21 الجاري بنادي مدرسة التجارة العليا أمام جريدة الأهرام وأرجو تزويد المندوبين بخطاب ينبئ بالموافقة على الفكرة وبذكر اسميهما وتفضلوا بقبول جليل احترامات التوقيع إبراهيم علام وحسين حجازي المرة دي الدعوة كانت لتأسيس التحاد رياضي للأندية المصرية وهي نفس الفكرة اللي أطلقها بعض أعضاء الأهلي وأعلنوها في الجامعية العمومية للأهلي في 6 فبراير 1919 عمل اتحاد رياضي وطني بين الأندية لكن الدعوة لحقت بما سبقها من دعوات ولم يكتب لها النجاح في الوقت ده حصل أول صدام حقيقي بين المصريين الساعين لتمصير الرياضة المصرية والاتحاد المختلط بقيادة أنجلو بولاناكي وكان اختيار البعثة الأولمبية المصرية في دورة أنفرس الأولمبية سنة 1920 محور الصراع إيه هو الصراع ده وإيه سببه وانتهى لإيه ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر